أكد الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن جزولي بالدار البيضاء أن الحكومة عازمة على تحفيز الاستثمار الوطني الخاص من خلال عكس التوزيع الحالي القائم بين الاستثمار العمومي والخاص كافة الفاعلين اليوم وعونا بأهمية تحسين مناخ الأعمال وسنعمل على ذلك من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وكذلك مواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ومن جانبه أكد السيد العليج على أهمية محتوى الكتاب الأبيض الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو الذي يؤكد على إحداث إطار ملائم لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي من بين المواضيع التي تطرقنا إليها الولوج إلى التمويل وتكلفة عوامل الإنتاج وتبسيط الإجراءات لإنشاء مناخ أعمال أكثر تنافسية وشارك في جلسة العمل نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد وكذلك أعضاء المجلس الوطني للمقاولة